طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى وهذا النظم المبارك نظم مختصر قصير في أحكام التجويد اجتمل على أهم الأحكام التجويدية التي تكثر الحاجة إلى معرفتها وإتقانها في القرآن الكريم الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله قد عرفنا به وعرفنا بمنظومته في الحلقات الماضيات وبدأنا في شرح نظمه وشرحنا مقدمته المقدمة التي وضعها النظم نفسه رحمه الله ودخلنا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين فبينا أن للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب والإخفاء الحقيقي فالإظهار الحلقي حروفه ستة هي حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فإذا أتت النون الساكنة أو جاء تنوين وبعده حرف من هذه الأحرف الستة ظهرت النون من غير زيادة في الغنة والإدغام حروفه ستة كذلك يرملون وتنقسم إلى قسمين حروف الإدغام فيها يكون مع الغنة وهي حروف ينمو وحروف يكون الإدغام فيها بغير غنة وهي اللام والراء حرفان هما اللام والراء وبينا ذلك ووضحناه بالأمثلة والتطبيق في الحلقات الماضية نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن مسألة متعلقة بالإدغام وهي الإدغام الكامل والإدغام الناقص ركزوا ما عبارك الله فيكم حتى يتضح لكم الأمر بسهولة ويسر الآن أنا عندي حرف يدغم في حرف آخر الحرف الأول نسميه المدغم هو الذي أدخلته الحرف الأول نسميه ماذا المدغم الحرف الثاني ماذا نسميه الحرف الثاني نسميه المدغم فيه نسميه المدغم فيه ما معنى المدغم فيه يعني الحرف الذي دخل فيه الحرف الأول جيد ما هو الإدغام الكامل وما هو الإدغام الناقص الإدغام الكامل أن يذهب الحرف المدغم كله ويدخل في المدغم فيه ولا يبقى له أثر وأما الإدغام الناقص فهو أن يدخل الحرف الأول في الحرف الثاني لكن يبقى له أثر ظاهر هذا الأثر هو صفة من صفات هذا الحرف مثلا فإذا دخلت النون الساكنة في الحرف الذي بعدها وذهبت النون وذهبت غنتها تماما صار الإدغام كاملا وإذا كانت النون قد دخلت في الحرف الذي بعدها وبقي فيها صفة الغنة ظاهرة فهذا الإدغام إدغام ناقص نطبق ذلك في حروف يرملون في حروف يرملون نجد أن الإدغام كامل في أربعة منها وهي النون والميم واللام والراء النون والميم واللام والراء بعض الناس يعني يحصل له إشكال والتباس بين الإدغام بغنى وبغير غنى والإدغام الكامل والإدغام الناقص بارك الله فيكم نحن ننظر إلى الحكم من عدة زوايا جيد يعني أنا أستطيع أن أنظر إلى هذه الطاولة التي أنا عليها الآن مثلا فعندما أسأل ما نوع هذه الطاولة يمكنني أن أقول إنها من الخشب أو إنها من الحديد أو إنها من النحاس أو هي من الأيا كان هذا وجه من وجوه النظر في هذه الطاولة ويمكنني أن أتكلم عنها من جهة الصلابة والليونة هل هي صلبة أم لينة ويمكنني أن أتكلم عنها من جهة النعومة والخشونة هل هي ناعمة أم خشنة أن أتحدث أيضا عن لونها هل هو غامق أم فاتح أن أتحدث عن برودتها هل هي باردة أم حارة يعني يمكنني أن أنظر إلى عدة زوايا فهل هذا يسبب للمستمع يسبب للمستمع نوع التباس يقول أنا لا أدري هل هذه الطاولة خشنة أم صلبة أم باردة أم من الخشب نقول له ما علاقة هذا بهذا نحن ننظر وندرس الحكم من عدة زوايا من ناحية الإضغام هل هو بغنى أم بغير غنى إن وجدنا غنى قلنا هو بغنى إن لم نجد غنى فهو إضغام بغير غنى من ناحية الكمال والنقصان هل النون ذهبت وذهبت غنتها كاملة ولا ذهبت النون وبقيت غنتها إن بقيت الغنى فالإضغام ناقص دخلت النون أدغمت ولكن بقي لها ذيل فالإضغام حصل ولكنه ناقص النون إذا أدغمت وبقي ذهبت غنتها كذلك ذهبت تماما نقول الإضغام كامل دخلت النون واختفت بالكلية ولم يبقى لها ذيل في الخارج طيب نتأمل الأمثلة لما نقول من نعمة من نعمة نقول ذهبت النون ولا لم تذهب النون أترك هذا المثال لا أريد أن أشكل عليكم الآن لكن نأخذ مثالا آخر لللام مثلا أو للراء من ربك من لدنه من من ذهبت النون وانتقلت من ميم إلى لام مباشرة من لدنه من لا ولا يوجد غنى من الأنف فالإضغام كامل من ربك من 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 ميم إلى راء أين النون التي في الوسط أين هي ذهبت تماما ولم يعد لها لا أثر لا في الصوت ولا في الغنى فالإضغام هنا كامل من ما هذه ربما تحتاج إلى شيء من الإضاح انظروا بارك الله فيكم إلى هذه إلى هذا المثال من لو جعلناه أكبر قليلا من ماء ما الذي حدث هنا ما الذي حدث هذه النون فيها غنى هذه الميم من حروف الغنى النون والميم هما حرف الغنى لما جئنا إلى هذه النون وأدخلناها في هذه الميم ذهبت النون تماما فصار الانتقال من هذه الميم الأولى إلى هذه الميم الثانية فأنا أقول فأنا أقول مما إن مما إن هكذا طيب الغنة الآن التي ألفظها هل هي غنة النون أم غنة الميم لا قال العلماء هي غنة الميم هي غنة الميم مش أنا أدخلت النون الأولى في الميم فصارت الميم الثانية مشددة فالغنة غنتها ولذلك الإضغام كامل في الميم كذلك إذا أردنا أن ننظر إلى من نعمة يعني لو مسحنا هذا كله وقلنا من نعمة كذلك من نعمة نعمة ما الذي حدث هنا النون مغنونة والنون الثانية أيضا مغنونة لكن لما أدخلنا النون الأولى في الثانية صار النطق بنون واحدة مشددة هي النون الثانية فصار النطق من نعمة مني هكذا فالغنة غنة النون الثانية وهنا يوجد خلاف عند العلماء لكننا نأخذ المعتمدة في ضبط المصحف طيب نعود بارك الله فيكم إلى مسألة الإضغام الكامل والناقص فنقول الإضغام الكامل هو ذهاب الحرف المدغم أي الحرف الأول اللي هو النون وذهاب صفاته كلها وهذا يقع كما قلنا لكم في أربعة أحرف هي اللام والراء والنون والميم والإضغام الناقص هو أن تذهب النون وتبقى صفة الغنة فيها من ولي من يعمل أنا الآن أنطق إضغاما ويوجد غنة في أنفي هذه الغنة غنة للياء يعني الياء من صفاتها الغنة لا طبعا الياء لا تتصف بالغنة إذن ما هذه الغنة التي ألفظ بها هي الذيل الباقي من النون التي دخلت في الياء فوجود هذا الذيل يجعلني أقول إن الإضغام حصل النون دخلت في ما بعدها لكن بقي لها ذيل خارجي وهو الغنة يدل عليها فالغنة لا تكون في الواو الواو لا تخرج من الخيشون ولياء لا تخرج من الخيشون طيب ما هذه الغنة التي أنطق بها إذن هي غنة النون الباقية ولهذا الإضغام في الواوي والياء إضغام ناقص إضغام ناقص بارك الله فيكم طيب نلاحظ هذا الكلام في هذه اللوحة وبالنظر إلى أحكاء إلى إضغام النون الساكنة والتنوين في حروف يرملون نجد أن كل من الإضغام الكامل والناقص قد وقع كما يلي في النون والميم واللام والراء الإضغام كامل لذهاب النون وغنتها في الواوي والياء الإضغام ناقص لذهاب النون وبقاء صفة الغنة منها واضح بارك الله فيكم هذا بالنسبة لمسألة الإضغام الكامل والإضغام الناقص نحب أن نبين أيضا العلامة التي استخدمها علماء الضبط للدلالة على الإضغام الكامل والإضغام الناقص الآن إذا كان الحرف المنطوق النون الساكنة يعني جاء بعدها حرف تدغم فيه إضغاما كاملا كانت علامة ذلك في ضبط المصحف كالتالي طبعا أنا أتحدث الآن عن ضبط مصاحف المشارقة لا أتكلم عن ضبط مصاحف المغاربة أبدا ضبط مصاحف المغاربة مختلف تماما عما نذكره الآن الكلام كما أقول لكم هو على ضبط مصاحف المشارقة إخواننا من المغرب الذين يتابعون من أهل الجزائر من أهل تونس من أهل المغرب من أهل موريتانيا كل من يقرأ بقراءة الإمام نافع ممن يضبط ضبط المغاربة وضعهم مختلف لا نتحدث عنه الآن نحن نتكلم عن من يقرأ برواية حفص عن عاصم حتى وإن اتحد الحكم الذي نذكره الآن يعني الإظهار والإضغام والقلب والإخفاء حر يعني كلها متفق عليها في قراءة نافع وقراءة عاصم بين القراءتين لكننا نتكلم الآن عن ضبط المشارقة فتنبه إلى ذلك استخدم علماء ضبط المصحف علامات تدل على الإضغام الكامل والناقص لاحظوا على اللوحة ففي الإضغام الكامل تعرى النون عن السكون يعني يحذف السكون من على النون أو يتتابع التنوين طبعا إذا كان النون ساكنة يحذف السكون طبعا إذا كان تنوين يجعلونه متتابعا وسأوضح لكم معنى التتابع الآن ويشدد الحرف التالي نحو من نعمة أنهار من ماء لاحظوا المثال لاحظوا لاحظوا أكبر لكم المثال ونوضحه جيدا لاحظوا هنا بارك الله فيكم النون الساكنة النون هنا في كلمة من نعمة كانت ساكنة أي هذا عريض جدا نقلل سمكه من نعمة كانت ساكنة ما الذي عملناه جئنا إلى هذا السكون فأزلناه وجئنا إلى النون التالية فشددناها لاحظتم التشديد ها هو ها هو من نعمة جيد فالذي عملنا أننا أزلنا هذا السكون تماما كما تلاحظون ها هو قد زال حذفناه بالكلية وجئنا إلى النون التي بعدها فشددناها فدل ذلك على أن هذه النون أدغمت في هذه النون إدغاما كاملا جيد تعالوا إلى أنهار من ماء ها هي ها هي لاحظوا أن كلمة من ماء أصلها من من ماء جئنا إلى هذا السكون فأزلناه وحذفناه هكذا وشددنا الحرف التالي الذي هو الميم من ماء هذا بالنسبة لمماء طيب جميل نأتي إلى أنهار من لاحظوا أن التنوين هنا صار متتابعا وشددنا الحرف التالي أنهار من أنهار من بارك الله فيكم إذن هذا دليل على الإدغام الكامل نأتي إلى الإدغام الناقص في الإدغام الناقص تعرى النون عن السكون أو يتتابع التنوين كذلك ولا يشدد الحرف التالي لاحظوا نقول ماذا ولا يشدد الحرف التالي نحو من ولي ولا نصير هذا مثال تعالوا نحلله من ولي ولا النون أصلا ساكنة من ولي ما الذي حدث جئنا إلى هذا السكون فأزلناه بالكلية من على النون جعلناه مأسحناه وجئنا إلى الواو هل شددناها لا لم نشددها اكتفينا بالفتحة من غير تشديد من ولي كذلك التنوين تتابع هنا كما تلاحظون ولم يتراكب وسأوضح لكم هذا الآن والواو ما الذي حدث فيها جاءت الواو وليست مشددة ليست مشددة مع أننا نلفظ بواو تقريبا مشددة ولي واو يواو فالواو فيها تشديد لكن لماذا لم نضع الشدة حتى لا يدل على الإدغام الكامل التام ولي ولا هذا الإدغام الكامل ولي ولا من غير غنة لكن ولي ولا الغنة ليست من صفات الواو إنما هي من صفات النون التي أدغمت فلذلك الإدغام هنا إدغام ناقص طيب تحتاجون إلى أن تفهموا معنى التراكب والتتابع في التنوين وهذا الأمر يسير إن شاء الله التراكب والتتابع التنوين يكون بمضاعفة الحركة مضاعفة الحركة ما معنى مضاعفة يعني نجعلها الضعف بدل ما عندي فتحة واحدة أجعلها فتحتين كسرة واحدة أجعلها كسرتين ضمة واحدة تكون ضمتين هذا التنوين له شكلان تنوين متراكب وتنوين متتابع التراكب يدل على الإظهار التتابع يدل على الإدغام والإقلاب والإخفاء لاحظوا إذا أردنا أن نكتب ذلك ليظهر لنا بالنسبة لي التراكب انظروا إلى الشكل الآن الفتحتان تكونان هكذا في التراكب تبدآن وتنتهيان فوق بعضهما تماما الكسرتان كذلك تبدآن وتنتهيان فوق بعضهما أو تحت بعضهما تماما الضمتان تكون الضمة الأولى هكذا وعليها الضمة الثانية بهذا الشكل هذا يسمى هذا يسمى تراكب جيد التتابع نفس الأمر تنوين فتحتين وضمتين وكسرتين ولكننا نجعلهما متتابعين كيف يكون ذلك انظروا بارك الله فيكم بالنسبة للتتابع الفتحة الأولى تأتي أولا لاحظوا أننا لن نبدأ من هنا الفتحة الثانية لا نبدأ بعدها بقليل من المنتصف هكذا وكذلك في الكسرتين تأتي الكسرة الأولى ولا تبدأ الكسرة الثانية من تحتها مباشرة من هنا لا إنما تبدأ من هنا الضمتان تتابعهما يكون هكذا ضمتان متتاليتان هذا كما قلنا يسمى ماذا يسمى بالتتابع والأول يسمى التراكب جيد بارك الله فيكم فإذا تأملنا في التراكب والتتابع يظهر لنا ذلك جليا ننظر في المصحف ونتأمل نلاحظ هذا بوضوح نعود إلى اللوحة السابقة ليظهر لنا التراكب والتتابع أيضا انظروا بارك الله فيكم إلى هذه اللوحة والمثال الذي كنا فيه من ولي ولا لاحظوا نمسح هذا ليظهر لنا المثال خاليا من التعليقات هذا التنوين هنا هل هو متراكب أم متتابع كما تلاحظون تنوين متتابع تنوين متتابع ولاحظوا أيضا التنوين هنا في أنهار لاحظوا التنوين هنا أيضا في ماذا؟ أنهار هل هو متراكب أم متتابع متتابع كما تلاحظون قلنا يتتابع التنوين هنا قلنا يتتابع التنوين يتتابع التنوين جيد فهذا دليل على الإضغام أم التراكب فلا يكون إلا مع الإظهار بارك الله فيكم وأحسن إليكم هذا الدرس يعني ربما يكون فيه شوية صعوبة خفيفة لكن إن شاء الله هو ليس صعبا عليكم وأنتم مجيدون وتحسنون بفضل الله تعالى الفهم والأمور نأخذها كما بينا لكم شيئا فشيئا بالهوينة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين